من أعماق الروح تحيا أحرفها بالحب نديا نسجيها همسة ضياء لسارين أعز هدية آية ذكر رتناها ومضة مشكات نبوية حكمة رأي جلسة شورا في بوستان نصحبه يا سكان الدار هلوم هذه دردشة أسرية هذه دردشة أسرية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدي الكرام حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم دردشة أسرية أيها المشاهدون الكرام العلاقة بين الزوج وأهل زوجته وبين الزوجة وأهل زوجها علاقة أصبحت مادة لكثير من المسلسلات وكثير من الطرائف ومحتوى لكثير من المجالس ولكنها وللأسف أصبحت مادة تطرح بشكل سلبي وتصور على أنها علاقة سلبية قائمة على الصراع والتناحر ونحن في هذا اللقاء سنتحدث عن هذه العلاقة ولكن من منظور إيجابي بإذن الله تعالى وكالمعتاد أكون معكم وبصحبة الدكتور عبد العز المقبل والدكتور علي أشبيلي فحياكم الله مرة أخرى وحيا الله المشايخ الكرام الله يحيي لكن بالتأكيد هي مشكلة موجودة بل مشكلة مستوطنة لها مساحة كبيرة يعني كثير ما يشكو الأهل من عدم توأمهم مع زوجة الأبن وكثير ما تشكو زوجة الأبن مع توأمها مع أهله وكثير ما يشكو الأزواج من عدم وجود توأم بين الطرفين فهم يقفون الأمر الآخر الأسوأ أنه ما يترتب عليها فأنا من خلال الاستشارات التي مرت علي قد يحدث عليها لأنه الزوج بعض الأحيان يقف حائر ما يدري ماذا يصنع فأحيانا يترتب عليها هجر للزوجة أحيانا يترتب عليها أن الزوجة نفسها تخرج عند الأهل وتجهز مدة طويلة بحكم أنها تزع منها غير مرتاحة وأن الظروف الأهل أهل الزوج غير مناسبة بالنسبة لها فتطالب ببيت أحيانا يصل الحال إلى رفع الصوت والعداوة والهجر والقطيعة بل وصلت نماذج وإن كانت محدودة الحمد لله إلى الضرب يعني أن تكون تتعرض الزوجة من قبل أخوات الزوج إلى نوع من الضرب كأنهم يشعرون أن يستفزتهم بعض الكلام أو شيء من هذا القبيل الأخطر من هذا كله أن يصبح الأطفال ضحايا يعني للأسف الشديد لسوء العلاقة لسوء العلاقة يعني مرة كانت تكلمني أحد الزوجات بأن أطفالها أحد أطفالها الصغار انسكب عليه مأحار أثر في جسده نقل للمستشفى أقام في المستشفى مدة ومع ذلك لم يتصل أهل الزوج أو لم يزوره حتى لو كانت الزوجة على خطأ وحتى لو كانت نفوسهم عليها ومتل أنا في ظني يفترض أن يبعد الأطفال عن حيز المغاضبات العائلية وأن يبقى الأطفال لأنهم في الأصل هم أهل يعني أهل الزوج هم أهل لهؤلاء الأطفال أخوته عمومتهم وأخواته عماتهم إلى آخر فليس من الجيد أن يصبح الأطفال ضحايا أو تملأ نفوسهم أيضا بالغير على هؤلاء أو على هؤلاء أنا أريد الحقيقة أن أضيف شيء تفضلت به قبل قليل وهو مسألة أن تشعر الزوجة والزوج كذلك بأن هؤلاء أهل فكونها دخلت هذه المرأة إلى هذا البيت فهذه الأم أو هذه الجدة هي حريصة على الأبناء قد يكون فيه اختلاف ثقافات أو أعمار وغير ذلك لكن هذا ليس مؤهلا أو ليس سببا جوهريا لأن تكون علاقة سيئة ونفرة كبيرة إضافة إلى شيء آخر أن هذه المشكلة تزداد عندما يكون أنك سكنة قريبة من بعضهم البعض بمعنى أن الزوجة تسكن مع أهل زوجها لا شك أن القرب والاحتكاك دائما هو الذي يولد مثل هذه الإشكالات في جالب آخر أن أحيانا عندما تكون الفتاة قريبة إما بنت خال أو خالة فهناك أصلا معرفة سابقة وألفة ومودة ومن ثم تجد أن هذه الإشكالات تكون أقل عندما تأتي فتاة غريبة قد تصور أحيانا أو قد تحشي أحيانا وتملأ ببعض العبارات أنه انتبهي لهذه العلاقة لا تسيطر عليك هذه الخالة من قبل امرأة قد لا تكون حكيمة في توصية بنتها بالأشياء الواجب عليها والعكس كذلك ولهذا نحن بحاجة أن نذكر دائما في مثل حلقاتنا هذه بالأصول الشرعية في كل موضوع النبي صلى الله عليه وسلم سألت عائشة فقالت يا رسول الله أي الناس أعظم حقا على المرأة فقال زوجها ثم قالت له أي الناس أعظم حقا على الرجل فقال أمه رواه البزر الحاكم بإسناد حسن إذن هذه القضية خضية مهمة جدا بحيث أن المرأة أحيانا قد تقول لزوجها إما أنا وأمك وهذا شيء غير صحيح فهو مخالف لشرع الله تعالى ولكن الأصل أنني اكسبني أنا وأمك ودعنا نعيش صفا واحدا وجسدا واحدا بقدر ما نستطيع وإدخال الزوجة أحيانا في المشكلة قد يزيدها سوءا وقد يسبب سوء علاقة بين الزوجة والزوج نفسه لكن لا ترون أنه أحيانا سبب المشكلة أن أم الزوجة تكون لها تجربة سيئة مع حماتها أو مع أم زوجها فتأتي يعني لو تذكر بنتها قبل الزواج انتبهي من أم زوجك و يعني احذري وتعاملي معها بالطريقة الفوضية تنقل لها تجربتها فتأتي الزوجة مشحونة بهذا الكم مع أنهم الزوجة حيانا تكون لطيفة و طيبة فتفسر كل تصرفاتها على أنها عداء هذا كلام رائع الحقيقة أنا أذكرني بمسألة مهمة يعني فعلا التجارب الخاطئة السابقة السيئة للإنسان من الخطورة بما كان يجعلها ردة فعل أو يجعلها حكم عام على كل زيجة لذلك تجد بعض الأمهات الكبيرة لديها حساسية عالية جدا بمجرد ما تتزوج بنتها تتذكر ماضيها وتبدأ تثنيها أو تحذرها من بعض التصرفات وتؤلبها وتجعل كأن الأمهات هم هم يعني مثل الحماوات نفس الشيء الأخوات الزوج نفس القضية و هذه خطورة مكان لكن في ظني صحيح الكلام ذا وأنه للأسف الشديد لا أقول فقط أم الزوج يعني أم الزوج قد تكون لقيت من أهل زوجها أو أصبح أهل زوجها نموذج غير جيد لا هناك بالفعل نماذج في الساحة غير جيدة سواء كانوا نماذج لزوجة الإبن أو نماذج لأم الزوج أو لأخوات الزوج هذا موجود ولا نستطيع إنكاره صحيح قد يقول البعض مثلا بأنه نسبته وحدوده لكن هناك أمر آخر لا بد أن نعترف به وقد يكون هو الذي وراء هذا الأمر له اختلاف الطباعة يعني للأسف شديد الناس ما يعترفون بهذا يرون أن هذه البنت إذا جاءت إلى هذه الأسرة يفترض أن تذوب فيها أن تذيب كل المرحلة الطويلة التي عاشتها لتصبح نسخة من أهل هذا البيت بينما قد تكون عمرها مثلا 25 سنة عاشتها كلها في بيئة مختلفة تأسست تأسست أحيانا يكون الزوج إما لأنه أهله محتاجون إليه أو لأن ناحيته المادية يعني محدودة فنجد أن يضطر يسكن مع الأهل سكناه مع الأهل مع اختلاف الطباع أحيانا أحيانا يوجد نوع من الاحتكاك أهل الزوج غالبا غير مدركين لما يمكن أن يتحولوا إليه من تغير الأدوار يعني مثلا الولد اليوم عند أمه أمه قريب منها تنتظر إيابه قدومه قد تقوم هي أحيانا ببعض الأعمال له قد يستشيرها في كل صغيرة وكبيرة أو على الأقل يخبرها تعرف أين يذهب وأين يجي ثم ينتقل لدور آخر اللي هو الزواج فهي تريد أن يستمر على ما كان عليه في هذا الأمر لا هو الآن اختلف يعني صارت له زوجة قد يكون يستقل حتى في بيت فاختلف له أو أنه الولد نفسه يعني لم يستوع بضرورة الاستقلال فكل أمر يعني يعرض له في حياتي يرجع إلى نفس الشيء يعني أهله فهذه كلها في ظني أنا أنها لها آثار كبيرة في إيجاد هذه المشكلة التي نعيشها إذن كأنك تلمح إلى أن أحيانا ظروف الأسرة يحتم وجود مثل هذه الاحتكاكات مثل ما ذكرت قبل قليل أنه قد يكون لابن ظروفه المادية غير جيدة فيضطر للسكنة بجوار أهلي أحيانا قد يكون العكس قد يكون مجموعة من الإخوة ولكن أحد هؤلاء الأبناء هو المليء ماديا ومن ثم تجد أن هذه الأسرة تتكى عليه بشكل كبير فتجد هذه الزوجة نوع من الألم في داخلها أنا أشياء كثيرة لا أحصل عليها بينما هناك يجدون ملابس ويجدون أغراض ويجدون كذا فتبدأ هذه الحساسية والغيرة من قبل هذه المرأة إذن قضية ظروف الإبن مشكلة أو سكناهم مع بعض ظروفه المادية أيضا قد تسبب فعلا مثل هذه الأشكالات في قضية مهمة جدا أيضا دار الحديث حولها لكن لو ركزنا عليها أنه أحيانا قد يكون تسكن أكثر من زوجة أكثر من بنت في نفس المكان زوجات إخوة زوجات إخوة نعم وحيانا قد تكون حتى نفس البنت قد تكون ساكنة معهم بحكم أن البيت قد يكون واسع وبعض المجتمعات يكون فيها مثل الأمر فيبدأ الاحتكاك يبدأ الاحتكاك من جهات يعني أحيانا قد تكون الأم تتولى قضية المقارنة بين هؤلاء المقارنة العامة في المجلس المقارنة أحيانا بين العدلة وهي من الخطورة بمكان أزواج البنات أزواج البنات أنه والله هذه ثلاث بنات أو أربعة أو خمس متزوجات فيأتي في المجلس والله ما رأيتنا مثل فلا يسلم ويقبل رأس هذه المرأة ويفعل كذا ويفعل كذا وهذا الكلام قد نجد أن هناك بنت غير حكيمة فتنقل هذه العبارة لهذا فيزداد هو يعني على ما في صدره أحيانا إذا كان هناك شيء في صدره لا شك أن هذه تثيره لهذا نحتاج أن نقول للأم يعني كوني حكيمة في كلامك على الآخرين فإذا كان هناك نوع من المودة والحب لأحد هؤلاء الأطراف أخبري زوجته بطرف خفي يعني ليس أمام الناس حتى تخبره هي ومن ثم يحصل نوع من المودة والألفة ويزيد وإذا كانت أكثر حكمة فإنها كل واحدة تعطيها عبارات من الثناء والمدع على زوجها فهنا تجمع قلوبهم بدل أن تفرقهم أي بلا شك لكن يعني لو رجعنا إلى الأطراف أنا أعظم إذا ابترضت المشكلة هذه عبارة عن نار فأنا أعتقد أن هناك مجموعة أطراف تضع فيها حطب ليزداد اشتعالها يعني هناك أطراف أنا أعتبرها أحيانا مباشرة مثل الزوج نفسه الزوجة نفسها أم الزوج أخوات الزوج هؤلاء أعدهم أطراف يعني لا أستطيع أن يقول أنه كل واحد مسؤول لكن أحيانا يكون هذا لكن هناك أطراف أخرى مثل ما أشرت أنا أعتبر من الأطراف زوجات الأخوة أحيانا يكون بينه و بين أهل الزوج مشكلات فيحبون أنهم يضمون هذه الفتاة إلى الحزب الحزب المعارضة صحيح فيضمونها إليهم أحيانا يكون مثلا للوحدة مكانه فيهتخشي على مكانته وتريد أن تشوش على الجديد حتى لا ترقى إلى مكانته وتؤثر فيها هناك طرف آخر الذي هو أهل الزوجة كما تفضل بوزياد قبل شوي أحيانا قد يكون صديقة يعني الأسف الشديد أنا وقفت من خلال الاستشارات أنه صديقة ليهمونك انتبهي لا تعطينهم شيء لا تعطينهم على مبلون وجه كوني حازم معهم لا يأخذون زوجك عنك يعني من هذه الثقافة الرديئة غير الجيدة يعني بدل ما قد تدفعها إلى أن تتسامى وترتقي وترتفع والتعامل بوحي من دينها ومن عقلها ومن ثقافتها إذا هي تريد منها أن تنزل إلى مستويات أضعف إضافة يا دكتور العزي للأطراف التي تذكرت دكتور علي أحيانا في حالها يعني وفي نطق ضيق الخادمة في البيت تكون طرف فالخادمة تريد أن تكسب زوجة الإبن فتنقل لها كلام أو تفتري كلام أحيانا لكي تكسب يعني الموقف وتنقل للأم كلام أحيانا عن الأخرى لكي تكسب الطرفين وتسيء الطريقة الكسب فيخسر كل واحد الآخر ويأخذ الكلام على محمل الصدق ولهذا يقول من نمّ لك نمّ عليك يعني العاقل يفلتر كل كلام يأتيه فعلا عندما يكون الجو فيها أطراف كثيرة زوجات وإخوة ونحو ذلك وعدلاء يحتاج الإنسان أنه يتثبت من كل عبارة تخرج من هذا البيت أنه كثيرا من البيوت دمرت أو كثير من القلوب أفسدت بسبب أنه تأتي عبارة عارضة أو قيلت أحيانا في موقف ونقلت بطريقة خاطئة ومن ثم بنى هذا التصور وأن لا يقدمون هذه المرأة على الثاني وهكذا يعني أذكر أحد الإخوة حدثني مرة يقول أني أنا وعمتي أو خالتي أو حماتي أو غيرها من العبارات يعني أم زوجته بينه مع أنه هو الزوج الرابع الزوج الرابع عند هذه الأسرة هناك ثلاثة أزواج لكن هو جاء فكسب قلب هذه المرأة فأصبحت إذا أراد أن تذهب العمرة تذهب معه تريد أن تزور تذهب لأي مكان لا تسأل إلا هذا الشخص هذا لا شك أنه يثير الحساسية تجاه بقية الأطراف فهنا يأتي إذا كان الرجل الحكيم أي الزوج أنه فعلا لا يظهر مثل هذه المودة بوجه عام أمام الآخرين وتكون هذه الأم أيضا تعمل نوع من التوازن مع بقية الله فتزور هذا يوم الجمعة وهذا يوم الجمعة وهذا كذا حتى يحصل نوع من التوازن في علاقتها مع هؤلاء الأشخاص لكن يعني لو أخذنا مثلا بالنسبة للأطراف التي افترضنا أنهم هم من يسهمون في إشعال هذا الحريق مثلا الزوج أنا أرى أنه الزوج من حيث لا يدري بعض الأحيان قد يسهم إسهام كبير في خلق هذه المشكلة أو على أقل تقدير في تغذيتها يعني الزوج عندما أحيانا تقول له أمه كلمة عارضة قد تنتقد سلوك على الزوج وهذا موجود يعني شي طبيعي جدا في الزوج من حسن نية أحيانا يريد أن يذهب أن يعدل سلوك الزوج لأنه كأنه انخدش نفسيا كيف زوجته اللي يحبها فيها الملاحظة أو ما أرضت زوجة والدته فيذهب إليها طبيعة المرأة ما لم تكن يعني عاقلة أو ثقيلة و تحمل الأمور قد تنفعل فتقول رد فعل سريع على ما نقله هذا الزوج فهو يأخذ الكلمة و يرجع فيها أيضا للأم فيظل يروح و يجي يعني عامل بريد مهمل ينقل رسائل غير واضحة و غير جيدة أو يؤثر فيها فكذلك أحيانا يكون الولد متحمس لما كان شاب مثلا متدين عند أهله فكان يمنعهم من بعض الأشياء فلما تجي الزوجة يختف الميزان شوي فيبدأ يسمح للزوجة ببعض الأشياء فالأهل يغر صدورهم كيف يوم كان عندنا حابسنا فيه أشياء كثير و اليوم يسمح الزوجته أحيانا يكون الزوج نفسه من حيث لا يدري جالس عند أخواته اللي قد يكون الواحدة منهم في سن الزوجة فيمتدح زوجته و يثني عليها و يتغزل فيها فيثيرهم بهذا الشكل أو ذاك أحيانا العكس يكون مشحون أهله يمنعهم عن أشياء تأتي زوجتك غدا و نرى ما تفعل فهم من الأصل جاي يبغى يشد من البداية للأسف الشديد أن زوجات أول من يتهمون في التأثير على الزوج هم الأهل و بالذات الأم و الأخوات فتنشأ مثل هذه الحزازات بشكل كبير عندها أحيانا وهذا خطير جدا معرفة حتى الحكم الشرعي يعني بعض الشباب جزا الله خير يرى مثلا أنه حقهم كبير و ينبغي ألا يوازنها بزوجته فقد يأتي طلب لوالدته في وقت فيه متسع و قد تكون زوجته في وقت لها أمر في وقت غير متسع فيرى لا بل أذكر امرأة تقول لي تقول لي أنه يقول له الزوج ترى أنت لست زوجه لي بالدرجة الأولى أنت خادم عند أمي قبل و هذا لا أعتقد أنه جيد إطلاقا يعني حتى مجرد التعبير عنه بهذا الأسلوب غير جيد بل فيه غار لصدر الزوجة على الأم و لذلك في ظني أنه إذا كان الإنسان متوازن في هذا يعني أرضى أنا واحد قال لي قلت له أنا أنت تصور نفسك صاحب محل يعني أنت تبيع أشياء ثمينة على ألفين ريال لكنك تبيع أشياء على خمسة ريال على سبيل المثال هل أنت تلغي هذه الخمسة ريال؟ ولكن لا عارضها و كلها تفرح من واحد يشتريها لو أنك أنت صاحب سيارة تاكس و ركب معك واحد لكن لقيت واحد في الطريق و هذا يوسع صدورك و يكمل المشواق أنت لن تذهب به وتنزله في نفس المكان الذي طلب منك الأول كل واحد له حق في الزوجة لها حق و الأم لها حق و لا يمكن أن تدخل هذا و مثل ما نقول للزوجة أحيانا ليكون لك شخصيات متعددة شخصية مثلا عند أمك بنت و عند زوجك عاشقة و عند أولادك أم كذلك نقول للزوج أنت عند أمك ترك ابن و عند زوجتك زوج فلا تخلط أيضا يعني الزوجة حيانا قد تشتكي الزوجة من أم الزوج تشتكي للزوجة يعني أمك فعلت و غالت و أنا أعتقد أنه بعض الأزواج يأخذ هذه الشكوى و ينتقل إلى الأم و يفتح محضر تحقيق بين الزوجة و الأم و يتنقل حتى يصل لمن المخطئ و من المصيب و أحيانا لا يكبت هذه الزوجة و يسكتها و أمي لا تتكلمين عنها يعني لعل الحل الوسط بين هذا و هذا أنه مثلا يقول يحث على الصبور و أن دخولي أنا كزوج في هذا الموضوع لا يخدم المصلحة و صبرك سيكون جميل بإذن الله و يتبين لوالدتي في المستقبل أنك أنت التي على حق و تعامل معها بالحسن و صبر عليها و تحمل ما يأتي منها و لو لم تجد أثر ذلك في الدنيا فستجد في الآخرة عند الله عز وجل و هذا ما يصبرها الزوجة أحيانا تحتاج دعم نفسي أكثر منها تحتاج أنك تقف و تفتح المحاضر و تخاطب أمك هذا السؤال الذي يتدكتور يعني أنا كثير ما يسألني شباب مثل السؤال ذلك يعني في ظل هذه الإشكالية يقول طيب ما دوري أنا جاي من المناسبة و لما دخلنا قالت انفجرت زوجتي تتكلم طيب ما دوري هل أنا أسكتها هل أنا أستملي لها و خلي اتكلم هل أنا أنتقد أهلي ما رأيك يا دكتور طبعا أنت أبونا في هذا البرنامج لذلك لا نستطيع أن نتعدي عليك و صاحب خبرة لكن بحكم أن الإنسان متزوج و تمر به مثل هذه الظروف و أحيانا قد تأتي اتصالات و غيرها يبقى لدينا منها الشرع في سمع كلام الطرف الآخر أنت تلاحظون أن هذه المشكلة مشكلة الحماوة أم الزوج أم الزوجة يعني لا تكاد تخرج عن غيبة أو نميمة أو عقوق يعني يحتاج الإنسان في قضية الغيبة و النميمة إلى مسألة مهمة وهي التثبت في كل كلام يأتي و هذا منها الشرعي قد تكون هذه الفتاحة الساسة أو فعلا كانت عبارة قاسية عليها و مقارنة بأطراف أخرى و من ثم هي تنفجر و قد تكون أحيانا العبارة عادية يعني يأتون في العادة بعض الأسر يجتمعون في آخر الأسبوع فهذه تأتي بصحن كيك و هذه مدريش و هذه كذا هذا صار دريموب أربع كراتين بدل مصر كرتونين يعني خربت الوصفة كلها كاملة فتجد نوع من التعليقات عليها فتكون هذه الفتاحة الساسة و من ثم لما تنقل هذه العبارة تنقلها بنفس مشاعرها السيئة أو الأسب الشديد فأنا كزوج واجبي أنني أستمع لهذا الكلام لأنه من الخطأ عدم استماعي مقاطعك أي نعم لأنه عدم الاستماع كأنك في صف أهلك و لست في صف هذه المرأة و الأصل أنه أنا أكون قاضيا في هذه الله لكنني أتعاطف مع هذا الطرف لأن الطرف الآخر غير موجود الآن أستمع منها أبين لها أن هذه تبقى أمي أحيانا أن المشكلة أن تكون فيها أخوات فأتصور نتطيب خاطر الزوجة في هذا الموضوع أتأكد من بعد يعني أحيانا الذهاب للسؤال إيش اللي صار الخميس الماضي مين اللي علق على الزوجة مباشرة يبدأ أن هذا يفجر الموضوع من ثم اللقاء الخميس القادم تجد فيه نوع من الانقباض وعدم فهذه هي مشكلة أنا أتصور سماعها التثبت من الأخبار يعني أحيانا قد تكون وحدة حاضرة من أخواتي لكنها عاقلة أذهب بها جانبا في يوم الأيام و أقول لها حصل كيت وكيت وكيت فما رأيك و تبقى أنت أبونا في الاستشارة لا نقدم تعدى عليه لا هو بالفعل يعني هي الأمر يوجد صوح كثير يعني و يسألون الشباب لكن في ظني أنا يعني أنا أذكر كلمة مالك اللي جاء إليه رحمه الله جاء إليه رجل و قال أمرني أبي بشيء و نهتني أمي عن شيء فقال أطعباك ولا تعصي أمك يعني قضية التوازن مطلق أنا في ظني أنه مثل ما تفضلت يا دكتور يعني عط فرصة للتنفيذ لأنه الكبت المباشر قد يعمق المشكلة لكن بعد هذا أنا في ظني لا تمشي مع الخطط على الردمية يعني أشد بالزوجة أنا والله جالسي مدة و نبحث عن زوجة عاقله و كذا فكنت أنت إيه صحيح و أنا متوقع مثل المشكلات هذه لا لأن أهلي سيئين أو لأنك سيئة لكن لأنكم مختلفوا انطباعكم و اخترقتوا كثيرا و طبيعي جدا أنا الآن عندما أروح مع إنسان أول مرة من الطبيعي جدا يحصل احتكاكات فمن الطبيعي الأمر الثاني أنت أيضا تختلفين عن أمي بيعتبر أن أمي امرأة كبيرة و أنت شاب أمي لها أفكار و أنت لك أفكارك أيضا يعني أمي بحكم طبيعتها كبيرة ترى أن لها خبرة و تجربوا هذا شيء طبيعي جدا قد لا يرضيك بعض الأشياء لكن لا يلزمك أنك تعملينه أو كذا فإيجاد الحقيقة التماسات للأهل و إيشادة بالزوجة يجعلني أخرج عن إطار المشكلة لأنه و هذا أمر أنا وجدت له خطورة يعني عندما مثلا أنا أنتقد أهلي أو الزوج ينتقد أهله والله أصلا شوفي ترى أمي عصبية انتبهي لها تخزنها لو يوم من الأيام أنا صار بيني و بين زوجتي شيء أو هذا الإنسان صار بينه و بين زوجته شيء قاد الزوجة بضعفها حتى لو كانت عاقلة أو كذا يوم من الأيام تقول أصلا أنتم كلكم عائلة كذا تذكر أمك عصبية ممكن الزوج وقتها يثور و ينفع لكن وقتها يكون هو اللي صدر هذه المعلومة و لذلك ضبط النفس حتى لو كان الزوج أنا في ظني في تلك اللحظة غير قادر على إدارة الموقف جيد فقط أنه يعطي فرصة الكلام للزوجة ثم يقول لها أنا الآن والله متأخر و متعب وأمامي عمل أنا مستعد ناقشك في الموضوع ريثما يرتب أفكاره و كلامه هذا يتذكر بشيء مهم حيانا الزوج يأتي غاضب يعني حصل موقف مع أخوه أو مع أخته أو مع أمه يأتي في حالة غضب و حزن فيتكلم عند زوجته هو يعني ينتقص من أخيها و من أختها أو حتى من أمه فيعني الذي ينبغي على الزوجة أنها لا تذكرهم بسوء ولا تسير معه في هذا الخط لأنه في يوم من الأيام سيصطلح مع أهله و ستبقى في ذكرته هذه الكلمة التي قالتها و يفسر كل موقف لها مع أهله من خلال هذا الكلام و العكس صحيح أنه أحيانا الزوج يتكلم على أهل زوجته فيتحدث عنه بكلمة غير جيدة أحيانا أحد المواقف يصبح هو يعني العصة التي يضربها بها في كل لحظة أنا أذكر أحد الأخوات تقول زوجي يكره أمي وأهلي بشكل غير طبيعي و السبب أنه في أحد الليالي زارهم هم من منطقة بعيدة أنا ليس بعدا كبيرا لكن لما وصل إليهم البيت ما عشوه هذه الليلة فصارت مشكلة عند الزوج وأنا ما يكرموني بينما في لقاءات ماضية جمعتني مع عدلاي و كذا فأكرموهم فقلت لها و لماذا لم يكرموا؟ قالت والله في تلك الليل لم نكن نملك ريالا واحدا في البيت مثل هذه الأسرة يعني الأصل أنني أنا الذي أقوم بالإكرام لأن عندما دخلت في حياة هذه الأسرة و تزوجت هذه المرأة عرفت ظروفها و عرفت مشاكلها و عرفت الهموم التي يعيشوها فالأصل أن أقوم أنا بإكرامهم يعني كون هذه الأسرة اختارتني دون الناس و زوجتني هذه البنت أنا أظن و أعتقد في داخلي أن في رقبتي أو في عنقي أمانة كبيرة و وفاءة لهذه الأسرة التي اختارتني على بقية الأل الأسر فهذا شيء من الوفاء الذي ينبغي أن نحرص عليه إضافة إلى أن لديك فاصل طيب عندي بعد الفاصل قصة والله يعني مؤلمة طيب أجل علينا أن نتركها بعد الفاصل مشاهدين الكرام فاصل قصير نعود إليكم بعده لأتم الدكتور علي قصتها و نتم بعدها الحديث فحياكم الله كانت دارها لهم هذه دردشة أسرية هذه دردشة أسرية مشاهدين الكرام حياكم الله ما زال حديثنا متصلا حول علاقة كل من الزوجين بأهل الآخر و كنا يا دكتور علي وقفنا قبل الفاصل على وعد منك بقصة تذكرها بعد الفاصل هي الحقيقة قصة طويلة جدا و فيها تفاصيل كثيرة لكن الشاهد فيها أن الأب دائما و الأم نسلطون على بنتهم العبارة التالية إما أن تطاوعينا و إلا لست ببنتنا إما أن تطاوعينا في هذا الموضوع ولا نحن لا نعرفك و لست لك أبا و لست لك أما هذا الأمر غير صحيح يعني أذكر هذه الأخت قيلة لها إما أن تتزوج هذا الشاب و إلا نحن لا نعرفك إما أن ترجع إليه في هذه الليلة و إلا لست أبا لك هذا السيف ينبغي أن لا يصلط على هذه البنت و لا يصلط عليها بل ينبغي أن نتفاهم هذه المشكلة و أن لا نكون نحن أحيانا قاتلين لهذه البنت بطريقتنا نحن بمعنى أن أحيانا نحن في حياتنا الزوجية في تعاملنا مع بناتنا في تعاملنا مع أولادنا لا نقول لأولادنا أنت إذا ذهبت لهذه المرأة مرة أخرى أو أعدتها إلى البيت فأنت لست ولدي و لا أعرفك بل نكون أكثر حكمتان و نحاول نجمع هذه القلوب و لا نعين أولادنا على التهاجر ثم تقضية أخرى في قضية الأمهات و غيرهم أحيانا تكون هذه الأم وحيدها هو هذا الإبن و من ثم يسكنوا معها في البيت أو أحيانا قد تكون شقة مجاورة لهم فتطلب هذه الأم فاتح لشقة ولدها أو بيت ولدها و هذا يفتح باب كبير جدا على هذا الإبن و أنا أذكر آخرها الجمعة الماضية جاءني أحد الأخوة و قال لي أمي تقول لي كذا أن أعطيني مفتاح لشقتكم لبيتكم و أنا أتصور أن هذا يعني يحتاج إلى نوع من الهدوء في أعطاء المفتاح ليس هو تخونا لهذه المرأة ولكن لأن هذه الفتاة لهذه الزوجة لها خصوصياتها لا ملابسها الخاصة لها علاقتها بزوجها قد أحيانا الأم تكون نفرض أنها مصابة بمراض ولا ربو ولا غير ذلك وتدخل عليهم في الساعة الواحدة ليلة أو الثانية و هم في داخل بيتهم كل إنسان يريد أن يكون له نوع من الحرية و الاستقلال فلو كانت هذه الأم قريبة منهم أحتاجتهم هناك تلفونات هناك جوالات هناك أشياء أخرى و نحو ذلك فأقصد أحيانا القرب داخل أو إما السكن في داخل بيت أو بجوارهم ثم يجعل هذا الإبن كلما خرج إلى رحلة يذهب إلى عمره يريد يذهب إلى مكان آخر أو يذهب إلى أي منطقة معينة لا بد أن يأخذ هذه الأم فنحتاج هنا إلى أم حكيمة خاصة إذا وجد عندها خادمة أنها تعطي ولدها نوع من الحرية يسافر أحيانا مع زوجتي لوحدهم يجد نوع من الحرية في تعاملي مع هذه الزوجة إضافة لهذه الزوجة ينبغي أن تراعي أن هذه الأم ليس لها إلا هذا الإبن فإحتاج أحيانا أنهم إذا خرجوا إلى بر خرجوا إلى استراحة خرجوا إلى مكان ما أن هذه الأم تكون معهم وجزء من إسعاد زوجها وحبها له أنها تسعد هذه الأم كم يعني يعجب الإنسان بعض الأمهات مثل ما تفضلتي الدكتور اللي عندها حكمة عندها دي يعني أكثر من أم تاتيني حكايتها يأتي الولد متحمس ويريدني سافر مثلا يومين أو كذا فتقول الأم لا يا ولدي سافر أنت زوجتك وإذا رجعت ممكن إن شاء الله أن نسافر مرة ثانية أو كذا يعني هذه الأم تكون حكيمة ذكية عاقلة هي أولا امرأة مسلمة امرأة متديناة امرأة تعمل صالحات فلا تريد أن يضيع دينها في سبيل مثلا انتقادات أو أمور أو دخول في أمور لا قيمة لها فهي تعطي هذه الزوجة وزوجها فرصة حرية لأنه بعض الشباب وجزهم الله خير يعني يكون حريص على أمه يرعي خطرها يبرها فهذا اللون من الأمهات اللي وقفت عليه تجد أنها حتى طلباتها من ابنها تؤكد عليه ما عندك ارتباط ما نودت روح أنت وأهلك كذا فتبقى العلاقة على الأقل ممتازة يعني الأم فهمت الحدود أعطت فرصة وبقي ابنها يحبها يشيد فيها أمي الله جزائي يعني عندما يجتمع بعض الشباب تجد أن هذا يشكو والله يا أخي أنا أحب أمي ودي أبرها لكن يا أخي بعض الأحيان يضغطون عليه بعض الأحيان كذا لكن ذاكي يقول لنا والله أحمد ربي لا والله أمي جزاء الله ألف خير يعني أنا الحمد لله أزورها أبرها أروح فيها كذا لكن هي أنا متعجب من حكمتها إنها تعرف متى تتقدم متى تتأخر وبالمقابل أيضا هناك نماذج زوجات يعني يأتي الزوج قد يكون محفظ على أهله حانق عليهم تقول لا يا أبو فلان أو يا فلان ذو لا أهلك يعني هذا طبيعي وكل إنسان عنده مشكلات فتهدي الوضع قد يرى أن أهله جنوا عليها بصراء أو بأخرى تقول أبدا يعني ربما فيه مخلط كذا فحكمتها وعقلها ودينها يجعلها تتصرف بنوع من الحكمة أجمل ما يخرج به هذان اللونان سواء كانت أم حكيمة معاملتها إيجابية وطيبة أو زوجها حكيمة إنها تكون سليمة الصدر سليمة الصدر يعني يعجبني من بعض الأزوجات ماذا تقول تقول أحمد ربي ما يوم من الأيام أذكرني قلت كلمة ندمت عليها لا قدامهم ولا خلفهم وكذلك يعني بعض الأمهات بعض الأمهات منطيبة يعني تجد أنها حريصة على ولدها طيب قلت لك كذا سوت فيك كذا طيب الولد خلاص كبر يعني وكثر خيرك على حرصك لكن هذا يضرك حتى ولدك ترى أحيانا يتضايق من هذا الأمر اشتغلي بأمور أكثر فائدة عليك وتركي هؤلاء لا تنشغلي فيهم تعبتي عليهم صغارا دعيهم لما كبير وتحملهم مسؤولياتهم ودور الزوج أيضا أحيانا أحيانا بعض الأزواج يجعل أمه أو أخواته يشعرون أن هذه الزوجة قد أخذته منهم فهو دائما يسافر هو هذه الزوجة دائما يخرج إلى البر إلى الرحلات إلى المطاعم يعني أنا أجبني أحد الشباب اتصل بأمه وقال لها الليلة لا تسوون عشا الليلة ما بغاكم تسوين عشا أنا بجيب العشا جاء بالليل وقال لأمه يالله نطلع بالرندح شوين قال لها نروح للمطاعم قلت ميش الكلام هذا نروح للمطاعم قال لابد يبغى يأخذ أمه وإخوانه الصغار كيف نروح للمطاعم الناس يقولون يعني عندها حتى تتحفظ عن المطاعم قال إذا هو حرام أنا أوقف لكن إذا هو حلال فلب الرغبة ذي يعني من شأن خاطري فراحت مع المطاعم وجلسه أمه وإخوانه جلسة كانت جميلة تغيب عن أذهان كثير من الأزواج يعني مثل هذا الفعل بينما له أثار إيجابي كبير على الأم وفعلا هذا الموقف صار له أثر كبير يعني على الأم وصار يتكرر أكثر من مرة فهذا الفعل يجعل الأم والأخوات والأخوة لا يشعرون أن هذه الزوجة قد أخذت هذا الزوج ربما يكون الزوجة دور في حاثة الزوجة على مثل هذه الأشياء ولهذا الزوجة ينبغي أن تكرم أيضا أهل زوجها يعني لا تقفية ندا أو خصما لهم ذلك تجد فعلا بعض النساء يعني حكيمة أقصد الزوجات تجدها في كل مناسبة سواء عيد أو ولادة أو نحو ذلك أو مرض أو أي مناسبة كانت تجد أن الهداية ما شاء الله تحملها لهذه الأم و لهؤلاء الأخوات وفي هذا نوع من تطبيق شرع الله أزواجه تهادو تحابو فإنها تذهب وحر الصدور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا نحن ننبه على مسألة أن أنت أيتها الأم أي أم الزوج و أم الزوجة بحكم خبرتكم في هذه الحياة قدموا الخبرة الناضجة المتميزة لهذه الفتاة و لهذا الشاب فعلا تجد بعض الأمها تأخذ ولدها على جم أو كذلك أم الزوج البنت تأخذ ابنتها وتقول لها هذا زوجك هذا جنتك و نارك هذا كذا احرصي عليه أنا كنت يا بنتي كذا وقعت في خطأ يوم الأيام و لم أنتبه له في تعاملي مع والدك و اليوم أنت ينبغي يعني هذه الخبرات المتميزة ينبغي أن تنقل لهؤلاء البنات و العكس كذلك تنقل للشباب لا أن نكون نحن لا نخرج إلا السيء لدينا و مع الأسف و إضافة إلى شيء آخر أنه أحيانا لو وضعنا أنفسنا مكان هذه الفتاة لهدأ الوضع بمعنى أن الأم الكبيرة كأنها تتعامل مع هذه الزوجة بنت الثمانية عشر أو العشرين أو الثاني و عشرين بعقليتها هي الكبيرة هذا ليس بصائح دعيها تتمتع بشبابها بحريتها مع هذا الزوج و إذا وضعت نفسك مكانها استجدين أن هذا هو الواجب عليها في تعاملها مع هذا الزوج هناك أمران في ظني أن لهما أثر كبير في هذا الجانب فيروسات أو لا؟ و ينبغي أنا تعودنا على فيروسات في كل الأقل مكروبات طيب الأول الغيرة يعني للأسف الشديد الغيرة قد تكون من الزوجة تجاه أخوات الزوج يعني قد تكون أخوات الزوج أكثر مثلا جمال أو جسم أو ظروف مادية أو كذا فيصيبها غيرة و هذه الغيرة تجعلها ينعكس على سلوكها في التعامل معهم أحيانا العكس يكون أخوات الزوج الزوج قد تكون فيه مثل سنهم يرون أنها تزوجت أو أنها أجمل منهم أو شيء من هذا ما يتصل بهذا الجانب فيصبح عندهم غيره و يضايقونها و يتلمسون عليها الأخطاء أحيانا حتى الأم يعني فيه خضم ضعفنا البشري يكون عندها غيرة من هذه الفتاة لأنها ترى أن ولدها الذي كان بالأمس تظن أنها أقرب الناس إليه و أقرب الناس لها تخشى أن تأخذه هذه الفتاة أن تبعده و أنا كل يوم يبعده عنهم فيصيبها هذه الغيرة فتظل تنال من الزوجة و تنتقصها أحيانا أخوات أو زوجات الأخوة يغارون من علاقة هذه الفتاة بالأم فنفس الشيء يعني يدفعهم هذا للتفريق و ما يتصل فيها هذه كلها مبعثة أنا أتمنى على كل أمرأة عاقلة متعلمة مدركة فاهمة أنه جاها هبت عليها ريحة الغيرة أن تحاول أن تصدها تحاول أن ترجع إلى حصن العقل و الفكر و الفهم بما سأرجع أسوأ شيء والله وجدت أنه الإنسان الغيور يتعب نفسه أكثر ما يتعب الأخير يعني أحيانا تشكولي بعض الأمهات أو بعض خوات الزوج أو بعض الزوجات مما أرى أن أسبابه الغيرة فأقول لا أؤكد لها أقول لها يعني أؤكد لكي أن ما ينالهم من التعب والحسرة والغيظ والأضعاف ما ينالكي أنت قد يسبوني قد ينالون منك لكن ترى ما يرجعون فيه من التعب النفسي أشد النقطة الثانية وهي مهمة في ظني اللي هي قضية اختلاف الطباع مثل ما ذكرت سابقا يعني كثير من بواعث هذا الأمر هو اختلاف الطباع هذه فتاة عاشت في بيئة وهؤلاء أيوناس عاشوا في بيئة أذكر مرة اتصلت علي أخت الزوج تقول لي هالزوجة ذي جاءتنا و خربت علينا كيف خربت عليكم؟ قالت طلع أسرارنا قلت طيب ممتاز أنا ودي بس أدري وش مثل الأسرار سرم الأسرار وش الأسرار اللي ممكن تكون طلعتها قالت مثلا أخوي سافر وأخبرت عن سفر زوجها زوجها أولا يعني أن هذا زوجها من الطبيعي جدا يعني هي ستغير عليها أكثر مما تغيرون عليها أو مثل على الأقل مما تغيرون عليها هالأمر الثاني خضية السفر فأنا لما أخذت وعطيت وجدت أن هذه الأسرة أسرة تتكتم على كل شيء تعده نوع من الأسرار وهذه لا ناس على الأريحيين يعني ينطلقون و يتكلمون فأنا أتمنى على أم الزوج مثلا عندما تقدم علي هذه الفتاة تدري كدري تتروض نفسها على أن هذه الفتاة ترى مختلفة يعني ما يمنع ما يمنع أنه ممكن أن تقول مثل ما تفضل الدكتور قبل شوي يعني أنا يعجبني كذا وحنا والله تعودنا على كذا أحيانا باللباس مثلا قد تقدم زوجة الولد باللباس معين هؤلاء ما تعودوا عليه ما يمنع إذا أنه والله ما قبلت أنا ما يمنع أني أروض نفسي لا ناذا لا يعني لست مسؤولة عنها أنا ليهمني أن أتعمل معها بلطف وتعمل معي بلطف تحترمني وأحترمها إلى آخره هناك أمور كثيرة تتصل في هذا الأمر حتى بالنسبة لنقطة صغيرة ممكن أن يعيختم بهذا يعني اللي هي تدخل أهل الزوج في الأولاد أحيانا لهم من طيبتها من حبابتها عندما يكون مثلا الزوج مستقل ويقدمه أولاده أو عندما يكون فيه شقة أو دور علوي وينزل الأولاد نجد أن هذه الأمة الحانية الجدة تقدم هدايا وعندما تمنع الأم الأبن اللي هي زوجة الأبن تمنع ابنها الصغير من شيء تحلف الجدة أنه لا يجب أن يطاوع ويعطى هذا الأمر في الأخير الزوجة تضيق تقول أنا الآن تدخل في تربية ولدي طبعا أنا في المقابل أتمنى على زوجة الأبن أن تدرك أن الجدة ليس مقصودها سيئا لكن هي لحنانها ولطفها وحبها فلو دخلت معها بأسلوب مناسب وجيد وحلت المشكلة بطريقة عملية أفضل من أن فقط تظل تحناك وتحمل عليه إذن غيرها ذكرها الدكتور تفضل جميل أنا أود أن أرجع إلى الزوج مرة أخرى يعني في بعض الحالات حيانا تكون أم الزوج امرأة كبيرة في السن وساكنة في البيت مع الزوج هو بيتها يعني الزوج يقول هذا بيت أمي يعني يعني يعتبرها أمه هذا أوجب الواجبات عليه لكن ينبغي أن يعرف أن هذه الزوجة يعني كما أنها تخدم أمه من باب البر بزوجها ومن باب إرادة الخير إلا أنها تحتاج إلى شيء من الدعم والشكر والثناء منه خاصة ومن إخوانه وأخواته يعني إذا صارت مستقرة مثلا عندي في البيت إخواني إذا قدموا يوصلون كلمات شكر لزوجتي أخواتي إذا قدموا يوصلون كلمات شكر وثناء وربما هدايا يعني تحس أن هناك من يشكر هناك من يرى هذا المعروف وهذا الجانب الذي يقدم ليومنا تذكرون فيها كان في الثمانينات والتسعينات الحرب الباردة يعني أحيانا تحصل حربا باردة لكنها تسخن بعد ذلك يعني قد تكون معارك بين أسرة الزوجة وأسرة الزوج كأسر كأسر بأسباب تافهة متعلقة بهذين الزوجين وشيء خصوهما أذكر يعني إحدى الأسر صار بينهم حرب شريسة جدا بسبب الداحس والغبرة الداحس والغبرة الاختلاف على تسمية هذا المولود هل يسمى هكذا أو يسمى هكذا فهذه الأسرة تسميه بهذا الاسم وهذه الأسرة تسميه بهذا الاسم ومن ثم ما الذي يحصل المشكلة أنه في أثناء هذه الحرب البنت تنقل معلومات عن هذه الأسرة والزوج ينقل نفس الشيء معلوم ثم بعد ذلك يعني تكبر القضية والأصل يعني هذا الشيء خاص بالزوجة والزوجة وأهل الزوجة والزوجة لا علاقة لهم بهذه الأسماء حتى من ناحية شرعية هو هذه الأمة التي تعبت وهذا الزوج الذي سيربي وسينفق هم الذين لهم العلاقة بهذا الموضوع لكن يا دكتور في ظل الحرب الباردة أنا يسألني بعضهم يقول الآن أحس أنه في عدم ارتياح لأسباب كثيرة يعني بين زوجتي وبين أهلي ما الذي هؤلاء أهل وهذه زوجة ما الذي أعمله أنا وجهة نظريني ألجأ للحلول التي تبقي على أقل قدر يعني من السلبيات وأكبر قدر من الإيجابية أجد أنه بعض الأزواج لحبه لأهله وحرصه على تواصلهم كل ما جاء يحمل زوجته معه وقد يكون يزورهم في اليوم مرة وقد يكون في الأسبوع ثلاث مرات وهي معه وقد يترك أولاده وزوجته عند أهله من العصر مثلا حتى الساعة الحادية عشرة كأني أنا أفهم أن هذا التصرف مع إدراكه أنه هناك عدم قبول للطرفين يؤجج وبدل ما تكون كما تفضلت باردة تصبح ساخنة وتتلاسن وتخرج بعض الاتهامات وبعض التفسيرات السلبية لذلك أنا كنت أقول لهم أنا وجهة نظري بعد المسافة الزيارة بالنسبة لزوجتك يعني بدل ما تزور كل ثلاث أيام أجعل تزور كل عشر أيام أو كل أسبوعين الأمر الثاني إذا زرت جعلها تزور معك أقلل مدة الزيارة يعني بدل يا أخي مما ترمي عيالك عند هلك بالفترة هذه أقلل نجل الساعة أنتوا إياهم أجربوا الشاي تكلموا كذا ثم أخرج يعني على أساس تبقى علاقة على الأقل في قدر من المجاملة أو أقل قدر من الخسائر لكن أني بعض الأزواج ضيب يعني يريد بالقوة يرهم بين الصعبة في نفوس وطبايع وما لم يكن لدى كل طرف استعداد لقبول الآخر وقبوله بكلية يعني هذه الزوجة بشر عندها أخطأ هذه الأم بشر عندها أخطأ هذه الأخت بشر عندها أخطأ إذا أنا قبلتهم بأخطائهم وأنا جاي بنية حسنة أني أقبل أهل زوجي مش الأمر أهل الزوج إذا كانوا بنية حسنة أرادوا قبول هذه الزوجة لكن في ظني أنا قد تكون هناك أمور مساعدة لكن منها هذا الأمر ومنها أيضا حتى إذا لأن أنت ابن لأهلك لكن الزوجة ليست ابنة لأهلك والنساء يختلفون عن الرجال أنا أحب أأكد على الرجال الرجال دخولهم سهل جدا لكن النساء بحكم استعدادهم والزينة والأشياء قد يكون قبولهم البعض يعني تحتاجي لك فأنا أنصح الأخوة إذا رحت لأهلك متى ما شئت نصف الليل أول النهار إلى آخر مية مشكلة لكن تريد أن تحمل أولادك معك أو زوجتك جيدا تتصل ما الذي يمنع أني أتصل أنا سأأتي فأغلاح يكون عندهم ضرب يجاملون لكن إذا اتصلت أنت أنت ما يجاملونك يعني متى يناسبكم أجي هذا عبارة أفضل أيضا أنا ودي آتي أنا وأولادي هذا أنا في ظني أنه قد يكون جميل وجيد ألا تروني شيخ أنه من أسباب تحسس الزوجة من أهل الزوج غفلة الزوج نفسه عن أهل زوجته يعني مثلا كما ذكرت يذهب بزوجته كل سبوع مرة ومرتين لأهله ويطلب منها أن تحضر عزيمة ومناسبة وإدخال جد أمه وهو ما يحضر مناسبة عمها ولا خالها هذا لغز هذا ولا إدخال هذا الحلقة القادمة نستخدم الإجابات وإدخال جد أمه طيب فهو يريد أن تحضر المناسبة أبعد بعيد من أقاربه وهو لا يحضر أي مناسبة يذهب الشهر والشهرين وربما العيد والعيدين ولا يسلم عليهم لا سلم على أبيها ولا على أمها وهو طالبها بأن تحضر كل مناسبة وتكون قريبة لو وجدت الزوجة أن زوجها قريب من أهلها ويتواصل معهم بأي طرق نحن لا نطالب الزوج أن يكون مثل الزوجة يعني الظروف تختلف الظروف الرجع من المرأة لكن حتى فهم الأسرار الزوجية لأنني قلتها يعني ينبغي على الرجال يفهمونه أنا وجدت مثلا أنه أنا كزوج مثلا قد أتحمس وأطلب وقل زوجتي إذا دخلت إلى أهلي تقدمي للمطبخ ورطبي معهم وشاركي ومخلية حيوية هذا كلام رائع جدا لكن الزوجة بحساسيتها قد تدرك أن الأهل ليس عندهم استعداد أن تأخذ طريقة إلى المطبخ أو إلى الصال عندها مكان معين تجلس فيه بعدب وكثر خيرها فالحماسة اللي يكون لدى بعض الأزواج أنا ودي يكون دائم موزون يعني مثل ما ذكرت أنا أؤكد حث زوجتك حث أهلك بطرق غير مباشرة أيضا حتى لا يظن كل طرف أنك تتكلم باسم الطرف الآخر لكن لا كذلك الزوجة جميل منها جميل منها ألا تكون يعني اللي أنا وجدته يشكي لي بعض الأخوة يقول أن عندنا تسع أخوة أو ثمان أخوة كل واحد مثلا متزوج فإذا كان نهاية الأسبوع أتوا بزوجاتهم وطلعوا للبر زوجاتهم مع أطفالهم اللي يجلسوا بنتين مسكينات مع الشغالة يقدمون بوفي مفتوح لها المجموعة كل إنسان لصر الساعة 11 و 12 وحده حمل وتركه من يكون الضحية؟ يكون الضحية أحد إما إذا كان أحد الأبناء ساكن في البيت فزوجته المسكينة هي ضحية وتتعب نفسيا وحق لها أن تتعب أو يكون البنات المسكينات اللي ما تزوجه أيضا تعبني فأنا أقول فيه مثل هذا جيد جدا كناحية إنسانية وناحية إسلامية وناحية أسرية أنه يكون إما أن نأتي بأشياء من خارج البيت مثلا كل واحد جاي يأتي معه بشيء إما نطلب طلبية أما أن نأتي نحن ويكون لنا الغنم وعلى أهل البيت والغرم سواء كان لأنه بعض الزوجات الأبناء تقول أنا مع أي مشكلتي مع أهل زوجي أنا مشكلتي مع أخوته اللي يأتون كل يوم بزوجاته أو خواته حتى يعني بعض الأحيان الخوات يأتون في نهاية الأسبوع فيحصل إشكالات فنقول التنبل مثل هذا الأمر جيد ولهذا نحن أو الظهر أو شكنا على نعم فلع لك فت تعطينا آخر أنا أقول أن حياتنا قصيرة جدا فلا نقصرها بالمنغصات والأنكات الحياة السعيدة الجميلة التي فيها ألفة واستقرار أسري ومودة فلا داعي أن نثير حروبا ومعارك بسبب أشياء تافية لأن هذا الصبي ضربته هذه الألفتاة أو أنها لم تساعدنا في المطبخة وغيرها لنتجاوز مثل هذه الأشياء ولنعيش حياة جميلة مليئة بالمحبة والمودة والسعادة حتى تكون حياتنا أكثر جمالا وروعة بإذن الله هنا نقطة صغيرة التي هي من ناحة التقويم يعني الزوج يريد أن يقوم بعض الأحيان أو ينقل التقويم يعني أحيانا تكون فتاة أخته مستقيمة وفاضلة أنا أقترع عليها لا يأخذ تقويم زوجته منها لأنه قد يكون ملون بانطباعات داخلية وكذلك الشيان لا يأخذ تقويم أهله من زوجته بل يكون له نظرة استقلالية متأنية دون أن يربطها بهذا أو ذلك وقد تكون الأخترة غير متزوجة لذلك حكمها كحكم فتاة وليست كزوجة حتى هذا ينتبه لها مشاهدين الكرام حلقتنا في نهايتها وكل ما نتمناه منكم جميعا أن يكون الشخص شاهد هذه الحلقة ليصح ما عنده لا يدين الطرف الآخر أو يتهم الطرف الآخر أو يجعله شاهدا يستشهد به في كل موقف ولعلي أختم بهذا الكتاب أنا وحماتي للدكتور محمد صقر وقد جمع فيه بعض الوصايا وبعض الاستشارات نرجو أن تكون نافعة كان الله في عون الجميع ويسر أمر الجميع نلتقيكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة ونستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته من أعماق الروح تحيا هذه دردشة أسرية هذه دردشة أسرية